فاش كده هنناقش الست نقاط دول تفضل رقم واحد كيف أتبرر كيف دي نعمة من الله ونعمة معناها الله يتحرك بدافع الحب لمن لا يستحق النعمة هي نشاط محبة الله تجاه من لا يستحق أنا مذنب أنا أستحق الدينونة أنا أستحق الحكم لكني لأني جئت لله بثقة وبإيمان وندم وتوبة هنا الله يبررني كيف كيف يا رب للقاضي الباري العادل اللي هو الله الكدوس البار العادل زي ما كلنا نتكلم عن معنى الكلمة في اللغة العبرية الصدق والاستقامة والشففية والنقاوة صح؟ والطهارة والمحاسبة كلها في نفس الكلمة كلها في نفس الكلمة يعني يهوة صدكينه يهوة صدقنا نعم نعم لما يشوف مذنب جدامه إزاي يحكم بتبريره هو حكم أنه الإنسان خاطئ أنه إذ قال جميع أخطأه وعوازهم مجد الله بعدين على طول بقول متبررين مجانا بنعمته نعم عش كده هو لو حكم علي بالدينونة هذا يوافق بره نعم فإزاي يوافق بره أنه يحكم علي بالتبرير لأنه وجد طريقة قانونية وهي اللي عاوزين نسمع يا أخي سامح آه فعش كده إيه دور الله كيف النعمة طيب كيف أنا كمذنب أنال هذه النعمة من يصدق اللي هيصدق وهيؤمن هيأتي للمسيح هيتبرر اللي مش هيصدق يعني مش هيؤمن لن يأتي للمسيح وسيظل في ذنوبه إلى أن يواجه الله في بره للدينونة مش للتبرير فإذا بالإيمان بالإيمان والإيمان هو التصديق نعم والإيمان هو التصديق والتصديق يخليني أجي لله وجله أنا استحق الدينونة لكنك قدمت المسيح لأجل لي واثق فيك واثق فيك وده اللي تكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت العشار إيه اللي جاب العشار الخاطي للهيكا اللي يصلي جاي ليه أنت فعلت كل الخطايا جاي ليه عايز التبرير طب أنت عارف أن الله بار هيبررك آه لأن الله عنده نعمة فأنا جاي بسبب عارف أن الله عنده نعمة وأنا واثق أنه هيبررني وجاء وأخذ التبرير ورب يسوع شهد هذا نزل إلى بيته مبررة مبررة دون ذلك حضرتك كنت بتتكلم عن الديون في الحلقة اللي فاتت لما ربي يسوع دخل بيت الفريسي سمعان سمعان فريسي زي الفريسي بتاع المثل أيها المرأة خاطئة زي العشار بتاع المثل المرأة سمعت أنه في البيت في البيت الفريسي جاءت جاءت جيتي ليه لأنت دخل بيت فريسي هينظر إليكي نظرات في مصر نقول من فوق لتحت أيها يعني نظرات الاحتقار والتعالي وفعلا هذا اللي صار وده اللي صار وده اللي صار جاءت وترمت عند قدميه رب يسوع تبكي تخسل قدميه بالدموع تمسحهم بشعر رأسها وتدهن قدميه بالطيب وتقبل قدميه جاية ليه وثقة أنها تسمع من فمه هتسمع الليها غفرت مغفورة لك خطيك يا مرأة اذهبي بسلام مغفورة لك خطيك الحق أقول لكم قد غفرت خطيها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا عشكدا إيه اللي جايبها الإيمان إيه اللي مخلي زكا يطلع على شجرة الإيمان الإيمان فاشكدا ده دوري أنا ده دوري أنا مش دور الله دور الله أنه مستعد يعطيني التبرير بالنعمة أعطيها مجانية دوري أنا أنه أمد يدي وأخذ أستقبل أستقبل إذا ما مددتش يدي لأأخذ خلاص بتضيع الفرص وده اللي بيقوله أشعياء وهو بيتكلم بحسر عن اليهود اللي رفضوا المسيح للتبرير يا رب من صدق خبرنا من صدق خبرنا موسيقى 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 موسيقى